الرحيم. اه اليوم ادينا شرح لي اه معرفة الرصيد المتبقي اه من شريحة البيانات بالنسبة لي. اه بالنسبة اللي انا معي شريحة بيانات فقط. اه بعد البحث في الانترنت ما حصلت اه الطريقة او يقول لك عن طريق فقط التطبيق. وغير كده الرقم اه بالاغلبية بيحطوه بشكل اه خطأ. فانا حبيت اوضح لكم هادا الطريقة واتمنى من اللي يكون استفاد يحط لي لايك زائد سبسكرايب. كان معكم اخوكم خادم ناري. اه الطريقة بكل اختصار. اه الطريقة الاولى عن طريقة تحميل تطبيق مايستيسي وهو تلقائيا او راح يبين لك كم المتبقي من اه باقي اه البيانات. زي ما تشايفين باقي تسعة جيجا اه وهي اصل مجموعة كله خمسين جيجا. اه تقدر تتضع على التفاصيل بشكل اكبر عن بقية الخيارات. اه هذه الواي فاي اللي هو الواي فاي هذي الشي الثاني اللي هو تقدر لما تروح اي مول تقدر تستخدم الواي فاي اللي في المول يعطوك خمسين جيجا برضو خمان تقدر تستخدمها يعني هذي ميزة زيادة. اه بالنسبة اه عن طريقة اسم اس هذه الطريقة ما في حد ما تشافتها اللي هو الرقم بالاغلب بيغلطوا فيه. اثنين اثنين صفر الى تسعمية. ونسوي ارسال. ننتظر. ولازم نكون فاكين اه شريحة البيانات. زي ما انتم شايفين بيعطينا الان انه باقي من اه الباقة تقريبا. ننزل الاسفل. اه الرصيدة المتبقي باقي تسعة جيجا. اللي هي تسعة الاف ثمانمية وستة واربعين اه ميجا. هنا بالتفصيل بيعطيك اياه. والرصيدة الاجمالي كان واحد وخمسين اه جيجا او اه واحد وخمسين الف وميتين. اه اه هذا بشكل عام. الرقم اللي هو اثنين 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 صفر الى تسعمية. نرسلنا من لسالة فارغة. وبعد كده هم راح يرسلون لنا اه بقية اه التفاصيل. اتمنى اقدر تفيدكم بشيء بسيط. كلام معكم اخوكم خالد يا مناري. والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته.